موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية ومع هذا الفيديو طبعا الجنرال فرنسي سابق نتكلم هنا عن الجنرال بير دوفيلي عن سياس شاف دي طماجر دي زارمي نتكلم عن رئيس أركان القوات المسلحة السابق عن سياس شاف دي طماجر دي زارمي نتكلم عن عصية شاف نتكلم عن رئيس سابق دي طماجر دي زارمي دي طماجر دي زارمي لأركان القوات المسلحة اذا كما نرى في أسفل الفيديو اطيلان فيتي دوفيلي غيثا دي اطيلان فيتي دوفيلي غيثا دي كان الضيف كان الضيف يعني هو الضيف الذي كان لغة الان فيتي المقصود بي انك تستضيف اطيلان فيتي كان ضيف دفرديريك تالدي دون إيدي دي سات دي سامبر في برنامج إيدي إيدي استضاف في إيدي دي سات دي سامبر دي سات دي سامبر يوم الاثنين سبعة دي جمبير طبعا استضاف في برنامج تحت عنوان كمان عيكونسيلي لفرونسي كيفية مصالحة الفرنسيين كم نقول كيفية مصالحة الفرنسيين ما هو الحل ممكن ترحوه من أجل المصالحة بالفرنسيين ما كمنا نلاحظ عندنا إدي إدي دولندي او جودي او 19h سور ايغتي فرنس دولندي او جودي او 19h سور ايغتي فرنس إذا كمنا نتكلم هنا على البرنامج إدي دولندي او جودي من الاثنين الى الخامس دولندي او 19h سور ايغتي فرنسيين انتم تعرفون جيدة من الارت فرنسي أنتم تعرفون بأننا بلدنا بلدون عبقاري أو بلدو حاضق كلمة genial في الأصل تعني حاضق أو عبقري لكن أيضا نسمعها بمعنى رائع نقول مثلا إنه رائع كما نقول إنه رائع وانتم تعرفون طبعا لاتنا لعرف رائع لاتنا لعرف رائع вы знаете, а ты знаешь , он знает . вы понимали . wanna know, аgananiu . и вы понимаете ... вы понимаете . что наш国 ... который — это прекрасный государств , потому что в unserer стране мир Coke . как он сказалjun Şап Curry . абсолютно, один . так что ... absolutely, один . как он сказал , матери , суровен , суровен , как он сказал . المقصود أنه بشكل كامل فريد أو قطعاً أو حتماً بأنه بلد فريد يعني أنه وحيد كما نقول ليست هناك دول مثله كما نقول ليست هناك دول مثله يعني أنه فريد ثم يقول مع ذلك عندنا سوء في التطور يعني أننا عندنا مشكل في التطور عندنا مشكل في أننا تطورا للإحسن عندنا مشكل في أننا تطورا للإحسن nous avons du mal à évoluer طبعاً نتكلم على الورب إيولي ومينة الإيوليشون الإيوليشون يعني التطور إيولي المقصود بي التطورا nous avons du mal à évoluer à nous réformer dans la paix طبعاً نتكلم على الورب يعني الإصلاح كما نتكلم على الإصلاح كما نتكلم عن فعل أصلاح نفسه أننا نتكلم على الورب أن نتكلم على الورب في هدوء في هدوء أو في سلام أن نصلح أنفسنا في سلام في أن نصلح أنفسنا في سلام أن نتكلم على الورب في أن نصلح أنفسنا في سلام إنه يتكلم على الورب في سلام طبعاً بروتال مقصود بيها شيئان ما غير متوقع إذا نتكلم عن بروتال شيئان تجعل غفلة كما نتكلم عن شيئان صادم يأتي بدون توقع إنه يبغير قد يبغير طبعاً نقول بروتال بأل مع المفرد المذكر بعد نتكلم عن مفرد مذكر نقول عنه بروتال بدون اه بدون اه تتكون في الأخر ثم نقول عن مؤنة مفرد نقول عنها بروتال أنا شريرة أو شريسة طبعاً نضيف اه أما في الجامعة نقول بروتو نتكلم عن مجموعة أشخاص أشياء أنا شريسة نقول بروتوب بروتوب بأ أ أ ا و إك إذا سيلا وغالوب هناك شارسة طبعاً كما يقول هنا تشيئانك سيلا وغالوب يعني كما نتكلم عن أن الوضع أصباح في الغالب شاريس طبعني نتكلم عن الفرنساء C'est souvent brutal إذن في الغالب أن الامر أصباح شاريس C'est souvent brutal C'est souvent brutal, c'est souvent violent C'est souvent violent يعني أن الوضع أيضا أصباح عنيفا طبعا الفرنسيون أصباحوا استعملون العنف C'est souvent brutal, c'est souvent violent l'exemple de samedi dernier L'exemple de samedi dernier إذن كميتال لي السبت الماضي L'exemple de samedi dernier est terrifiant L'exemple de samedi dernier إذن كميتال لي السبت الماضي est terrifiant أنهو مرعب est terrifiant Tarifié يعني في الغالب إذن l'exemple de samedi dernier est terrifiant إذن نتكلم عن متال السبت الماضي أنهو كان مرعبا L'exemple de samedi dernier est terrifiant quand on voit ces scènes L'exemple de samedi dernier est terrifiant quand on voit ces scènes en plein Paris L'exemple de samedi dernier est terrifiant quand on voit ces scènes en plein Paris طبعا نتكلم هنا عن مشاهد ces scènes هذه المشاهد en plein Paris en plein Paris في وسط باريس في وسط باريس أو كما نقول في كل باريس طبعا عدنا plein plein مقصود بها ممتلئ طبعا من حيث الأصل كلمة plein تعني ممتلئ ممتلئ plein plein يعني ممتلئ إذن هنا طبعا نقول مثلا أحيانا en plein نار يعني في كما نتكلم عن الهواء الطلق كما نتكلم عن الهواء الطلق en plein نار مثلا نقول جوفي مي دووار en plein نار أنا أقوم بواجباتي في الهواء الطلق جوفي مي دووار en plein نار أنا أقوم بواجباتي مثلا في الهواء الطلق هنا طبعا en plein Paris هنا عندنا en plein Paris كما نتكلم عن باريس مطلقة كما نتكلم هنا عن فضاء باريس المطلق المقصود هنا بأن العنف أصباح يكتسي كل باريز أو وسط باريز بشكل صريح هذا هو المقصود هنا المقصود هنا في أقرى باريز أو في كل باريز فقط في جنبات موينة ولكن في كل باريز أو في وسط باريز وليس فقط في يوميش مدينة باريز عندما نراهد المشاهد في وسط البرز أو في كول البرز يقولون ودى قلب يقول أنه يقضر 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 لا يز television الفترة مع التحمل وهي فرصة فإنهانات المحيطة في المعروف وغير kunه أنها مشكلة من الجد تاريخ دمرا باقلق سنتين ينهي تكلم عن تاريخ دمرا باقلق سنتين ببعض المئات ينهي تكلم عن 30000 40000 أو 80000 ينهي تكلم عن تاريخ دمرا تاريخ دمرا ادان يتكلم عن تاريخ ببعض المئات ينهي تكلم عن تاريخ دمرا ببعض المئات تculus نهي تكلم عن ببعض المئات تمام عن طبعا لماقصود به غليغ turkey معنهي تكلم عن بلوك نواغ. كمان نتكلم عن كتلة سوداء. اذا نتكلم هنا على الاشخاص الذين يلبسون السواد ثم يخرجون في مسيرات ثم يتوقفون مثلا في ممر عام الى غير ذلك. فيمنعون الحركة امام وسائل الاعلام وفي فضاء عام. اذا نتكلم هنا عن بلوك نتكلم عن طريق انها خوربت ببعض المئات من الاشخاص الذين يلبسون السواد او غير ذلك وممكن انهم يلبسون الى اخر. المهم انهم يقومون بنفس العمل يعني انهم يقومون باحتجاجات تمنع الحركة يقومون باحتجاجات دائما تمنع الحركة العامة الى غير ذلك. نتكلم عن وجود عام الى غير ذلك. في عدم القدرة دو تخيطي على معالجة طبعا التخيطمات المعالجة أو المعاملة مثلا نسأل سوفنا كمان فوتيل تخيطي نطرح السؤال في الغالب كيف لنا نعمل الناس كمان تخيطي الناس كيفية معاملة الناس طبعا ايضا نتكلم عن التخيطمات في نفس الوقت نتكلم أحيانا عن التخيطمات يعني الإلاجات نتكلم هنا عن التعاطي مع المشكيل مع التعاطي مع هذا الموضوع نونا نسأل دون لنكابا سيتي دو تخيطي سو سيجي ونحن في عدم القدرة لموالجة هذا الموضوع إذن طبعا لفر تخيطي نمكين أنو يعني نفس المعنى كما في العربية أنك تؤالج أنك تعمل إلا غري ديالك ونحن في عدم القدرة على التعاطي كما نقول مع هذا الموضوع ونحن في عدم القدرة ونحن في عدم القدرة يعني استمرر وقتا ومنها أيضا لدوري يعني المدى الزامنية إذا لغرب دوري يعني أنو يستمروا المدى ما من الوقت إذا نتكلم على لغرب دوري دوري يعني استمرر في الوقت ونحن في عدم القدرة ونحن في عدم القدرة ونحن في عدم القدرة لا يمكن أن نرد أو نقتنع بهذا الوضعية طبعاً أولاً هذا يعني أنك ترد أو تقنع لا يمكن أن نرد أو نقتنع بهذا الوضعية يعني أنك ترد أو نقتنع بهذا الوضعية ثم يقول يجب أن نرد أو نقتنع بهذا الوضعية طبعاً الفعلان تقريباً لهم نفس المعنى لذب أجير يعني أنك تقوم بشيء ذب أجير أنك تتصرف يجب أن تصرف أنك تقوم بفعل أنك تبادر أما غياجير أنك تقاوم وعد الفعل جاك لذب غياجير أنك تقاوم أنك تتفاعل هذا لذب غياجير غياجير نقصد به أنك تقوم بردة فعل أنك تتفاعل أنك تقاوم أنك تنتفض طبعاً أجير أنك تقوم بفعل أنك تتصرف بشكل ما أما غياجير أنك تنتفض ضد التصرف أنك تقاوم التصرف أنك تتفاعل مع التصرف يجب أنك تتفاعل مع التصرف يجب أن نتفض يجب أن نتفض يجب أن نتفاعل مع الأحداث يجب أن نقوم بشيء ما رداً على هذه الأحداث يجب أن نتصرف يجب أن نتصرف يجب أن نتصرف من منطلاق نفسنا كما نقول يجب أن نقوم اجرب ثم يقول وهذا يجب أن يقول وهذا instrumental وهroما يقول وهذا قال وهذا parleقي وهذا Human أcmصaid هذا القبيح وأخير آخر أنا، هذا إلى اليوم، ثم يقول جيداً poder في blended أوريك؟ جيداً بلبلغ cuales Holy Spirit فقط مستوكظة، يعني أكثر من المتوقع ننتبه على هذا الآن أنك تتوقع لأنه وإذا لو كان لت experimental حالياً فهم كثيراً ses الشتές في الشيء لله شهر لكنني أسرعة توبيهي حتى يخرجsel الوجود في أقرابي وقت بلي VIDE أكتار وسرعة كو بخيوي من المتوقع تخليف حلجة بسرعة تخليف حلجة بسرعة يعني أنني ستلقمت على دارة الكتاب بشي خورج بسرعة madame Anna Faranس أفاد لوضع بلي VIDE QUE PRAEVU بلي VIDE QUE PRAEVU بلي VIDE QUE PRAEVU ترجع بليك بليك بل بليك 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 برهم Je pense qu'on ne peut pas rester inactif ! أحيし سمعت formula مستوى هل هو الممكن أن نكون غير فائلين سيكون غير فاعلين علىنا أن نتحرك أو ENTENTF نحن لا يمكننا أن نكون غير فائلين علينا أن نتحرك و علينا أن نفعل شيئا لأنني أدام لأنني أدام concert initiative ألا مساء راستي inactيف راستي inactيف الباقاء غير فايلين الباقاء غير فايلين plus vite que prévu très franchement parce que je pense qu'on ne peut pas rester inactif après il est clair qu'il y a des des sujets très français un peu plus français que d'autres après comme on a dit بعد il est clair qu'il y a des sujets très français après il est clair qu'il y a des des sujets très français un peu plus français que d'autres après il est clair qu'il y a des sujets très français un peu plus français très français comment on te parle vraiment français المقصود بأنها من عمق فرنسا بأن المواضيع تهوم فرنسا بالدرجة الأولى بأن المواضيع هي فرنسية لا تهوم بلد آخر هي ملتصقة بفرنسا هذا هو المقصود بالكلام إذن Il est clair qu'il y a des sujets très français un peu plus français que d'autres Il est clair وواضح qu'il y a des sujets بأن هناك مواضيع très français المقصود أنها تهوم فرنسا بشكل كامل Après il est clair qu'il y a des sujets très français un peu plus français que d'autres un peu plus français que d'autres أنا أكثر فرنسا من الأخرى un peu plus français que d'autres يعني أنا أكثر فرنسا من الأخرى هناك مواضيع تهوم فرنسا بالدرجة الأولى من مواضيع أخرى لا تهوم فرنسا Après il est clair qu'il y a des sujets très français un peu plus français que d'autres إذن هناك مواضيع أكثر فرنسية أنها تهوم فرنسا بالدرجة الأولى ك d'autres من الأخرى المشكلة في كلنا أننا نجمع أننا نُراكيم طبعا إذا embargo كيف تكلم تلك العلم энكم lleن سي كأن كممويتة لchine الضbreak organise كيف تلك العلمان architectural كما تكلم لو هناyo سيكون الكثير لجمع الاستاع home الازامات شركة مختلفة في نفس الوقت المختلفة التي تكلم عن استعول Wu نياه سيكون كممarbne جمع ونا نكون النزد من الضBreak في نفس الوقت كما نقول بالتزامن نتكلم أحيانا عن ديزيوانمات سميلطاني نتكلم أحيانا عن ديزيوانمات سميلطاني إذن نتكلم عن أحداث متزامنة إذن هنا ديزيوانمات سميلطاني إذن نتكلم عن الأزامن لأن نتكلم عن الأزامن ديزيوانمات سميلطاني ديزيوانمات سميلطاني Alors la nouvelle la plus récente La crise sanitaire qui est quand même très Alors la nouvelle la plus récente La crise sanitaire qui est quand même très Alors la nouvelle la plus récente La nouvelle la plus récente La crise sanitaire La crise sanitaire La crise sanitaire كي يكممم التي يكيف مكال الحال كي يكممم التي يكيف مكال الحال alors la nouvelle la plus récente la crise sanitaire qui est quand même très كلم هنا عن آخر ما حدث كلم نقول آخر شيء حدث لا زال لم يبرد بعد alors la nouvelle la plus récente la crise sanitaire qui est quand même très très anxiogène en quelque sorte très anxiogène كلم نقول النوجيد مقلق très anxiogène en quelque sorte يعني النوجيد مقلق كلم نقول في بعض الحالات أو إلى درجتي نما très anxiogène en quelque sorte très anxiogène en quelque sorte يعني النوجيد مقلق في بعض الحالات la crise économique qui existait la crise économique la crise économique الأزمة قلصادية la crise économique qui existait auparavant avec les difficultés de la mondialisation la crise économique la crise économique الأزمة قلصادية la crise économique qui existait auparavant avec les difficultés de la mondialisation qui existait auparavant avec les difficultés التي تتواجد من قبل qui existaient نتكلم على le verbe exister يعني فعل تواجد qui existait التي تتواجد auparavant من قبل la crise économique qui existait auparavant avec les difficultés de la mondialisation كما نقول كما نقول avant يعني قبل أuparavant من قبل مع السعوبات مع السعوبات la crise économique qui existait auparavant avec les difficultés de la mondialisation qui existait auparavant avec les difficultés de la mondialisation التي تتواجد من قبل مع السعوبات لأولما نتكلم على فرنسونا la crise économique qui existait auparavant avec les difficultés de la mondialisation le chômage de masse qui va réapparaître la crise sociale le chômage de masse إذا نتكلم عن البطالة de masse نتكلم عن جمهور masse كلمة masse ممكن أن تعني كتلة ممكن أن تعني جسم صلب ممكن أن تعني ركام أو جمعون من الناس أو طبقة العمال إلى غير ذلك هناك معاني أخرى أيضا الذي همون هنا أن ماس تتعني عدد من الناس نتكلم هنا على الشوماج de masse إذا نتكلم عن بيطالة بأعدادين كبيرة البطالة لا تهم فقط أشخاص معينين أو في أما بل تهم عددين كبيرة من الأشخاص إذا نتكلم عن الشوماج de masse إذا عندنا بيطالة بالكم كما نقول qui va réapparaître التي ستظهر من جديد la crise économique qui existait auparavant avec les difficultés de la mondialisation le chômage de masse qui va réapparaître la crise sociale qui va réapparaître التي ستظهر من جديد طبعا نتكلم على الغغب أبارître في الظهر أو بدا réapparaître تظهر من جديد تبدو من جديد طبعا المقصود هنا بأن هذا الشوماج de masse كان من قبل ربما اختفى تم عاوض الظهر لشوماج de masse qui va réapparaître التي ستظهر من جديد التي ستبدو من جديد ستظهر من جديد طبعا قليلا ن voit約 الاند בחغب و tot więc له yesterday مع اليه يحدث إ plusieurs طبعا نتكلم عن الاند την يعني الفرد الاندفول ما قصو بكم الفرد الاندفول الاندفول مثلا نتكلم عن الادجيكتف و就是說 فردي الاندفول فردي الاندفول الاندفول اك نتكلم عن شيء مؤنت مفرد نقول عنه انديفوديال يعني انه فردي يعني انه واحد الانديفودياليزم إذا نتكلم عن الفردية ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك أشخاص يأخذون القرار بمفردهم نرى بياك الانديفودياليزم نرى جيدا بأن الفردية المقصود تنشوفه للواقع للناس فيه نرى واقعا حيث هناك أشخاص يأخذون القرارات بمفردهم نرى بياك الانديفودياليزم نرى جيدا مع الفردية نرى جيدا مع الفردية ثم مع la violence مع العنف نرى بياك الانديفودياليزم la violence la crise politique la crise d'autorité نرى بياك الانديفودياليزم 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 نرى بياك الانديفوديال هناك إلى الأزمة السلطة الخط ؟ بالله في الاسل الجوستrategي جوستratيجي يوجدı جوستratيجي لكم عنه لدينا في الاصل جيباري جيباري أنا تكلمت نشوفو كيفش مركوгов الجيبارة جيباري أنا تكلمت عندنا اللفة يبارل او باسي کم påزي عندنا اللفة يبارل او باسي کم påزي إذن عندنا فيها التكلم في المادة المركب إذاً عادنا ج Marshall�á إجابت أحدكم 뒤نا نضيف هذا فيمكننا أنني سأتحدث لكم عن漢اء العالم المهم عن الأطفال ج كنت سأتحدث ج يعادل .. ج كنت أتحدث لكم عن حد حديثا ج DI estrategية التذكور السمسيح المهم الخ جيو المهم هنا من الاقل عن المهن جيوغرافي كما نتكلم عن الجغرافية إذا نتكلم عن الأماكن إذا نتكلم عن الاستراتيجيات التي تأخذها فرنسا في مواقع عدة في مواقع عدة لكونتكست كما نتكلم عن السياق أو نتكلم عن الحالة التي تكون عدو واحد العنصر في وسط واحد في المجموعة نتكلم عن عنصر تنشوفوا الحالة ديالو في المجموعة مثلا سياق جملة سياق دي الجملة ممكن أننا نفهم جملة بمعنما ممكن أنها تكون عندها واحد المعنى ولكن يجد في الأحد النص توسبع عندها معنى آخر ولكن هذه الجملة تأتي معنى آخر ممكن أنه في الأحد النص تأخذ معنى آخر على حسب السياق للنص إذا نتكلم على CONTEXT GEO STRATEGIC طبعا نتكلم عن السياق GEO STRATEGIC لفرنسا يعني على المواقع التي تتأخذه في العالم بصفة عامة نتكلم عن استراتيجيات فرنسا في العالم إذا نتكلم عن موقع فرنسا بين الأمم بمعنى آخر كما يقول رئيس هنا le contexte géostratégique je vous en ai parlé le contexte géostratégique je vous en ai parlé السياق stratégique أنا تكلمت لكم عنه كما يقول on pourrait continuer on pourrait continuer on pourrait continuer يمكن أن نستمر طبعنا دنا أموري طبعنا دلوفاء پووار في الستطاع أو أمكان يمكن أن نستمر يمكن أن نستمر يمكن أن يكون هناك حالات أخرى من الأزامات توجد في فرنسا on pourrait continuer continue أن نستنف أو نستمر يمكن أن نستنف في ديكرة أزامات أخرى on pourrait continuer et c'est cette simultanéité des crises qui crée ce climat d'inquiétude et c'est cette simultanéité des crises qui crée ce climat هات تزامن هات الأزامات qui crée الذي يخلق ce climat هذا الجو هذا الجو هذا الجو أو هذا التقسيم على آخر الجو الذي تواجه في فرنسا من حيث المشاكل هو بسبب تزامن هات الأزامات et c'est cette simultanéité des crises qui crée ce climat d'inquiétude و بسبب تزامن هات الأزامات c'est cette simultanéité des crises qui crée ce climat نتكلم على آخر يعني فيها الخالقة أو أمتاج إذن هنا هات أرمكيناش هات أرمكيناش إذن كي crée ce climat الذي يخلق هذا الجو c'est cette simultanéité des crises qui crée ce climat و تزامن هات الأزامات qui crée ce climat الذي كما نقول هو الذي يخلق هذا الجو on pourrait continuer et c'est cette simultanéité des crises qui crée ce climat d'inquiétude qui crée ce climat d'inquiétude qui crée ce climat d'inquiétude الذي يخلق هذا الجو من القلق qui crée ce climat d'inquiétude qui crée ce climat d'inquiétude طبعا l'inquiétude المقصود به هو القلق نتكلم أحيان على الغرب سانكيتي نتكلم أحيان على الغرب سانكيتي يعني قلقة هات أحيان ستزامن تانيتي وهات تزامن الأزمات طبعا نتكلم أحيان ستزامن تانيتي لن نقول هذه الأزمات المتزامن بل نقول هنا ستزامن تانيتي كما نقول هات تزامن دي كريز للازمات كي كريسوكليما اللذي يخلق هاد الجو دانكيوتود ميناء القالق اللذي يخلق هاد الجو من القالق إذن نقول هات تزامن تانيتي دانكيوتو ستزامن تانيتي دانكيوتود كي كريسوكليما دانكيوتود كي كريسوكليما دانكيوتود اللذي يخلق هذا الجو من القالق من ستزامن ترجمة نانسي قنقر طبعا القلب او القلق العميق قليلا سأقول بانه لا يخلق فقط القلق بل القلب كرب يعني كتار من الانكويتود يعني يمكن لي يقول بأنه يخلق ليس فقط الانكويتود بل هدل جو يخلق الانكويتود بمعنى آخر طبعا الانكويتود كما قلنا هو الكرب أو القلاق العميق يعني أكتار من الانكويتود يعني القلاق كما ذكر الآن جالي دير دانجواز بعثواظ et c'est cette simultanéité دي كريس کی كري سو كلمات دانكويتود جالي دير دانجواز بعثواظ دو جوزان دو پاور جالي دير صوفا أقول دانجواز بعثواظ من الكرب احيانا من الكرب احيانا معنى هذا ب أن هذا الزمن ديالالالزامات لتي خلق هذه الجو من القلاق بل أكتر من هذا احيانا يخلق الكرب بالمعنى آخر كما سوف أقول Et c'est cette simultanéité des crises qui crée ce climat d'inquiétude j'allais dire d'angoisse parfois de violence de peur de violence من العنف تخلق أيضا العنف de violence إذا نتكلم عن تزام الأزامات الذي يخلق l'inquiétude يعني القلق d'angoisse parfois يخلق الكرباء أحيانا de violence يخلق العنف ثم Et c'est cette simultanéité des crises qui crée ce climat d'inquiétude j'allais dire d'angoisse parfois de violence de peur De peur يعني الخوف De peur يخلق الخوف هذه الأزامات التي اجتماعت أدت إلى جوين يعني فيها في قلق في كرب في خوف Et tout ça est mélangé Et tout ça est mélangé وكل هذا أنا مختلف مع بعضي يعني لا يمكن أنه يأتيك فقط الخوف بدون قلاق بدون كرب بل أن كل هذا يأتيك مختلط فتوحي سبير أدت إلى جويني يعني على المدى القريب على المدى القاصر يعني يمكن أن يقول بعد خمس سنوات ثم يقول أم 신�politر ال� tutoring عن المتابسيب فاعتمأنه ساعت أن المتابسي ساعت أن المتابسي ساعت ستاعت السعودة التي ستعرف يعتمون هذه جعورة المقصود بأنها ستعرف كيف تتجاوز هذه الصعوبات طبعاً لدينا صورة صورة هذا هو صورة كالصورة بأنها ستعرف تتجاوز المقصود بأنها تجاوز وتحدى تتجاوز هذه الصعوبات إذن عندنا هنا ضرب في الفتر نقول جو صورة أنا سأعرف تسورة أنت ستعرف إلصورة أهو سيعرف إذن عندنا هنه كالصورة بأنها ستعرف نصورة نحن سنعرف و الصورة أنتم ستعرفون إلصورة هم سيعرفون يقول هنا وترجمة نانسي قضاء ترجمة نانسي قانت في البنات ترجمة نانسي قنقر 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 هذا العطش للريهان يعني أن الشباب يراهين بنفسي كما نقول في العسكر ستصوف دونجاجمات يعني كما نتكلم عن هذا العطش ستصوف دونجاجمات عطش المبادرة أو عطش المراهانة ثم يقول في كل cas جسون قمم dans les jeunes جلالي فيو دون لارمي ستصوف دونجاجمات ستصوف دونجاجمات ستصوف دونجاجمات ستصوف دونجاجمات بأن يتجاوزا بأن يتحدى إذن نتكلم عن عطش الريهان وعطش التجاوز بأنه ألك لماذا أليش سليقيا أل Blogallement أر مال الفرية ألم يتحدى لك على المكان لظ سنتق 1960 ولكن بالFr詞 ، بقول فشية well. لكن بالتعامل ، على العامل ، وصنع أخاض官 لكن بالقدام ، على العامل ، فشية كل الأمر فشية воتهlette السماحةصية'ふذه فجرة parce que je vois cette multiplicité de crises. لأنني أرغب أن تتعدد أن الأزمات تتسارع على فرنسا. لما أحبت أن أحبب أن أتعلم أن الأزمات تتسارع على فرنسا والذي هو من قبل في صعوبة والذي هو من قبل في صعوبة نكتف بالقدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله شكرا